لو بنتكلم في عناصر المباراة مهم جداً نبرز عدد من العناصر عشان نقول هما دول كانوا محور مباراة الأمس أول حاجة وأبرز حاجة ورقم واحد في كل شيء بالنسبة لمباراة الأهلي والنجم السحلي هما جماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي بالأمس كانت رقم واحد في كل شيء في التشجيع والمسندة والمؤذرة وتشجيع اللاعبين والصوت من أول دقيقة لغاية آخر دقيقة تشجيع مثالي على أقصى درجة الحضور الجماهيري مباراة بالأمس في مباراة النجم السحلي كان بالفعل فوق الوصف تشجيع اللاعبين الصوت العالي وإيصال اللاعبين الرسائل الإيجابية اللي كان الجمهور عايز يوصلها بالنسبة لي تحفيز اللاعبين في مباراة الأمس كمان البطولة الإفريقية أهمية البطولة الإفريقية الجماهيري النادي الأهلي حرص الجماهير على أنها توصل رسالة إيجابية لللاعيبة كمان في مباراة الأمس وللتأكيد على فكرة أن الجمهور موجود عشان يساند ويشجع الفريق كل دي عناصر مبارح لو بنتكلم فيها 1-2-3-10 لازم نقول شابو لجماهير النادي الأهل على الحضور المميز بالأمس على التشجيع المثالي بالأمس على الكلام والرسائل الإيجابية والرسائل الممتازة اللي وصلت لعبة طوال التسعين ديئة دايما جمهور النادي الأهل كده فيه ليه أنشيد وليه رسائل بتبقى بتصير حماس اللاعبين بشكل كبير جدا مباراة الأمس بنعتبرها بداية إن شاء الله للمرحلة الجاية وطالما جمهور النادي الأهل حاضر في المباراة الإفريقية ثقه تمام الثقة أن إن شاء الله البطولة بتقرب من النادي الأهلي طالما جمهور النادي الأهلي موجود ومش موجوده بس موجوده بيشجع الفريق دي النقطة الإيجابية اللي كنا حابين نتكلم فيها المتعلقة لمباراة مباراة مباراة دي أبرز حاجة ظهرت في مباراة الأمس بالنسبة لفريل نادي الأهل وجمالين نادي الأهل في استاد السلام. كمان العدد اللي كان موجود لو بنتكلم في 10.15 ألف بداية موفقة للأدوار اللي جاي. إن شاء الله يكلل كل ده بنجاح في مباراة الهلال السوداني والأهل يعمل نتيجة جميلة. لأن مرحلة الضر ربع النهاية أو الضر الثمانية في نهاية فبراير فيه كلام تاني وفيه تفاصيل تانية وفيه استعداد تاني سواء حضور الجماهير أو حتى بالنسبة لي الجهاز الفني واللاعبين. هي عموما مرحلة بنحاول نمر بيها في التوقيت الحالي عشان نتأهل للأدوار اللي جاي. لأن طبعا طول ما احنا بنشتغل على أفريقيا كل الكلام أو كل التركيز أو كل الشغل مش مرحلة دور المجموعات فقط. لا النادي الأهل ما بيكون بيشارك في أي بطولة إفريقية دايما بيكون المرشح الأبرز والأول للوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة. فبالتالي نعد الخطوات ديت وإن شاء الله مرحلة الضر ربع النهاية هتبقى قصة تانية نتكلم فيها وتبس الأهم.